السلام عليكم طبعا ده مج تريند ومشهور جدا في مصر كلكم طلبتوا مني ان انا اعمله كاوردر وكمان كفيديو في القناة وعشان كده انا عملته لكم مخصوص تعالوا وشوفوا طريقته وكمان اعرفوا صاحبة المج الاصلي وصاحبة الفكرة الاولانية معاكم تسبيح وده فيديو جديد يلا بينا نبدأ في الوقت ايه الحاجات اللي احنا هنستخدمها اول حاجة انا هشتغل على المج ال بينك ده ودي الصورة اللي احنا هنشتغل عليها تقدروا تعملوا عليها سيرش اللي محتاجة يقدر يتواصل مياه على الفيسبوك وهبعتها لكم خلاص وهستخدم الفيمو معايش يا جماعة الورقة منسوحة من كتب استخدام بس هو فيمو وبالاكتر فيمو سلصال سائل بالاكتر فيمو علشان يكون شفافيته عالية وطبعا حبة ادوات وحبة سلصال زي ما انتوا شايفين هابدأ اقص الصورة بتاعته هحط لكم على الجنب اليمين هنا الصورة الاساسية بساحبة الفكرة الجروب بتاها اسمه فيونكا صراحة الفكرة حلوة جدا جدا وكمان تنفيذها للمج فظيع وخطير وطبعا انا مش اول حد يعمل فيديو للمج دوت بس ناس كتير على القناة عندي طلبوه مني فبالتالي انا استأذنتها وقلت لها ان هو الطلب مني هنا في قطر كأوردر وكمان الطلب مني ان انا نعمله على القناة وهي البنت رحبت جدا فانا طبعا حبا اشكرها ويا رب ان شاء الله المج بتاعي يعجبكم خلاص اول حاجة هنعملها ان احنا قصينا شكل الجسم كله علشان نقدر نطلع النسب مصبوطة خلاص وبعد كده هنفرض سلصال ابيض عشان نشتغل عليه مهم جدا هو يكون ابيض علشان لو بن من الاطراف من الجناب من اي حاجة لان هي في الاخ اللابسة اللي هي الجلبية البيضة اللي هي لابسها دي وهقص عليها اطار الرسمة كلها عشان اتبعارف ان انا النسب بتاعتي هنا لو انتو عملت لو انتو قدرتو تطبعوا رسمتين بحيس ان انتو تنشو جامد على الوش علشان يحفر على القطعة السلصال اتبعارفين ممكن اوكي بس انا ما عملتش كده انا اللي انا عملتو ان انا قصيت المكان بتاع الرأس وين ما بوستش بقيت الرسمة بحيس ان انا هحط الرسمة على الورقة على الورقة ومكان الفراغ بتاع الرأس هروح حط الرأس ومعلم مكانها حلاص تمام كده ملحوظة كمان مهمة انا لما جيت هقص الرأس انا ما قصتش على الحدود بتاع الوش لا انا اخدت اطراف الشعر معايا علشان خطري بعندي حتة من الوش اقدر اغطيها بالشعر بتاع السلصال وما يباش دخل على الوش قوي او بوز حلاص تلوقتي انا هعمل سلصال لوم بشرة وابدأ احط عليه الصورة بتاعتي علشان اشتغل بيها حاجة كمان انا هحط سلصال سائل انا هنا حطيت سكالبي مش حطيتش فيمو حطيت سكالبي علشان اريدي سكالبي مفوش شفافية يعني فيمو فيه شفافية عالية فانا بوفره لحاجة الشفافة انما سكالبي مفوش شفافية عالية فانا باستخدمه كسوس وباستخدمه كمان كلازق خلاص هبدأ كمان اقص اليد وهجهزها على جنب عشان برضو اشتغل فيها خدوا باك انتو قصوا اليد بقى على الاطراف بالزبط ما زودتش فيها ولا فتفوتها لان اليد مفيش حاجة هتغطيها بعكس الوش الشعر هيغطيه خلاص تمام كده انا بعد ما حطيت مكان اللي حطيت الوش على السلصال ويركبته في مكانه هبدأ اشوف اليد بس قبل ما احطت اليد عايزة اعمل الجسم اقبر الجسم شوي احنا عاملين خلفية للجسم لا الجسم نفسه فين بقى هو ده اللي مفروض نعمله خلاص كمان يا جماعة فيه كذا طريقة تقدروا تعملوا بيها التكنيك ده بس الصراحة انا بشوف ان دي احسن حاجة وهي ان انا طبع الصورة دي على ورق جلوسي ورق جلوسي اللي هو الورق اللي بيلمع زي بتاع التصوير كده زي لما بتروحوا في كودك او فوجي وزمان لما كنا بنتبع صور من الكاميرا كان بيدينا ورق كده بيلمع هو الورق اللي انا بشتغل عليه هلطول معكم في الفيديوهات فانا عن نفسي طبع على ورق جلوسي وهستخدم الفيموليكود معايا في الشغل دوت وهتشوفوا معايا طبع معايا الفيديو لاخره حشان تعرفوا كل التفاصيل فيه ناس بقى ممكن تستخدم الترانسفير مثلا بس انا بحس ان الترانسفير اه مش بيبقى يعني الصورة بتتنقل وكل حاجة بس مش بزهوتها المفروض تبقى بزهوتها تبقى احسن اه كان ممكن كمان في الاخر استخدم عليها طبقة ريزن اه لانه متوفر عندي طبعا يم بيشتغل بيه بس انا محبتش استخدم اه خامة ممكن متكونش موجودة عنده كلكم يعني كل الناس طبع الصلصان مش هبقى عندهم ريزن فيه طبعا في مصر بقى الحاجات بتاعت العزل خامة العزل كزا نوع انا مجردتاش خالص بس انا عارفة ان اكيد هتبقى مناسبة قوي لتكنيك زي دوت هلاث تلوقتي انا كمان بقطع الايد وزي ما انتوا شايفين انا حطيت على الجسم عملت مكان الجسم ولو لاحظتوا ان انا عملت كمان حتة من الجسم كده قفلت بيها على الرقبة علشان احاول اقفل الصورة يعني حاولوا بكل الطرق ان انتوا تحطوا السلصال على اطراف الصورة علشان تمسكوها اكتر تمنعوا اي تسريب مية يدخل كمان بالفيمو هتشوفوا بالفيمو ليه كد اول سلصال سائل هتشوفوا احنا هنحميها خلص ازاي في الاخر مع بعض تتابعوا معين تلوقتي الشعر هي شعر الممثلة مدرج بقى الون في بعض وكده فالفكرة اللي جات لي ان انا هدخل لون فاتح ولون جامع مع بعض واضبرومهم كده عشوائي وفي الاخر هفردهم واشوف مثلا الحتة اللي داخل فيها لون فاتح مع غامق فين وقطع منها اجزاء بتاعت الشعر اللي انا هشتغل بيها وبعد كده نقدر ندي عليها تأثيرات تانية بالسوفت باستل واني ما عندوش زي ما قلنا كده مرة تقدروا تستخدموا الميكوب بتاع الاي شادو تلوقتي هو انا قطعت كده بالقطر حبت خصل وهنيجي بظهر القطر نشرتها نعملها شروط كده كأنها ايه الخطوط بتاعت الخسر وهبدأ بعد كده اركبها على الوش لو تلاحظوا معي بقى هنا انا هبدأ بس انقلها على المجج الاول وبعد ما انقلها على المجج اخدوا بالكم انا بحاول ازبط الاطراف بتاعت اللبس بتاعها انا يمو خلص على المجج علشان يثبت انتو هتلاقوني في الاخر انا شلت الشكل خلص من على المجج ورجعت حطيته لما زبطت الكتعة بتاعت الكتابة فممكن تعملوا حساب الموضوع ده من الاول علشان ما تتزنقوش عشان تبقوا عارفين برضو انا حتى دين سيتاقولها لكم ان مقاس الصورة هنا انا كنت عملت تقريبا 6.5 سنتي ده بيختلف من مجج المجج يعني لو انا المجج بتاعي يعتبر شوية قصير لو المجج بتاعكم طويل تقدروا تغيروا في النسب بتاعتها شوية يعني تقدروا تعملوها مرتفعة اكتر او على القلي بفي فراغ بينها وبين الجمل المكتوبة انا ما كانش في فراغ فراغ بسيط قوي لان انا لما طبعت معايا طبعتها كبيرة شوية خلاص انا دي تاني تاني تجربة مش اول تجربة فاول تجربة كنت عملها يمكن 6 سنتي خلاص انا هو هزبط الشعر عشان بعد كده نشتغل بقى في الطرحة وفي الايد وبقيد التفاصيل كلها زي ما انتو شفتوا برضو انا استخدمت مادة اللازق اللي هي في مو السكالبي السلصال السائل استخدمته كمادة لازق للصور على السلصال زيادة امان مجرد زيادة امان انما انتو لما هتحطوا السورة على السلصال وهتلفوا السلصال حوالينا السورة فانتو حاميتوها جدا خلاص بس بنتكلم على الوش انما اليد لازم تحطولها سلصال سائل علشان تلزق لان احنا مش هنحط حاجة حواليها فإلا هيحميها ان هي ما تقعش ممكن كمان تحطولها لو ما عندكمش سلصال سائل يبقى ممكن تحطولها سنة ايبوكسي بس ما تطلعش من الاطراف خالص لان ايه لو طلعت من الاطراف هتصفر وتتحرق مع التسوية في الفرن خلاص انا هو بنقطع بقية الشعر وهحط على الناحية التانية اختلاف اطوال الشعر انتو برضو هتلاقوا ان انا وانا شغالة في الترحة خبيت من ناحية من نواحي الشعر خالص حين يجيت في الاخر روح تمزودها الشعر اللي انا عاوزها يظهر زودته وهو اساسا يعني انتو مش مرتبطين قوي بالصورة اني لازم تطلع الخصل هي هي او كده بس يعني يحبزه علشان الفكرة النفسات بتحققت ياريت لو انتو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي او انتو متابعيني بس ليس مكسلين انتو تشتركوا ياريت يا جماعة تنزلوا تحت دوسوا عزرار بس الاشتراك وعملوا مش هتخسروا اي حاجة الفكرة كلان انتو هتشجعوني واحس ان انا مجهودين بيروح شادر لان انا مش حاسة ان فيه تشجيع قوي في الصلصال الصراحة فعايزة احس مثلا فيه متابعين كتير مستنيين فيديوهات الصلصال عشان ان شاء الله اعملكم فيديوهات اكتر واكتر فحاجة بسيطة جدا منكم تنزلوا وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وليزم تختاروا اختيار كل عشان يوصلكم دايما اشعارات بكل جديد انا بقدمه اللي انتو شفتوه ده واتلوقتي ان انا جبت الاسيتون بتاع الدوافر لو ما عندكمش ممكن يبكحل وبقطنة وتنظفوا الابيض علشان لو جيه عليه اي حاجة بوازله خلاص انا هبدأ اعمل بس اسمة كده في اللبس هبدأ بعد كده اعمل لها عقد يعني نزبط لها شوية الجلبية اللي هي لبسيها دي ونقطع بقى ونزبط الجسم شوية ما تنسوش كمان ان انتو تسبولي اسئلتكم لو عندكم اسئلة وكمان تسبولي كومنت حلو من عندكم ولو الفيديو عجبكم سبولي لايك نعم بس انا جبت دهبي وهبدأ اعمل لها السلسلة بتاعدها بصوا التكنيك التكنيك سهل وبسيط هي الفكرة كلها انتو تعرفوا تثبطوا النسب بتاعت الجسم مع الوش وان انتو تقفلوا على الوش حلوي يعني التكنيك ده طبعا لما يستعمل بقى ان انتو تعملوا بيه اردارات لناس اشخاص حقيقيين بصورهم هتبقى فكرة حلوة جديدة خلاص تلوقتي هنبدأ نعمل الترحة زي انتو شايفين انا فردت السلسلة الابيض وما تخنتوش عشان اعرف يعني اعرف لفه وكمان شايفين انا ازاي برفع الطرف بتاعه علشان يبنن هو قماش يعني يبقى رفاية مباش تخين ومكلكع انا احاول بقى قدي المنظر بتاع الطرحة والفه اي نعم انا ما لفتوش بالضبط زي الصورة بس يعني حاولت على قد ما قدرت علشان الفه وقدي ايه التانيات وفي نفس الوقت خدوا بالكم من حية ان اهنا بنحاول نضغط على اطراف الصورة اللي مدخلتش مع الشعب عشان كده انا قلت لكم منه الاول لما تيجوا تحطوا الجسم اللي هو الجلبية من قدام دي تحاولوا تقفلوا على الرقبة عشان لو الطرحة ما قفلتش معاكم كويس على رقبة بنته قريزي مقفلين عليها باللبس الابيض بتاعه ويبقى الموضوع في الامان خلاص انا بعد ما هزبط هبدأ بقى اقطع الطرحة شوية هبدأ ازبط كل الحاجات دي واشوف التانيات مظبوطة ولا لا هنا كل ده ما ركبناش اليد هلا زي ما انتم شايفين هاجي بقى ايه اركب اليد نحاول نزبط مكان اليد حل وطبعا احنا زي ما انا قلنا قبل كده ان احنا حطناها على سلصال لون البشرة عشان لو بن من الجنب وكمان حطت لها ايه اه السكالبي سلصال سائل علشان ازعها تلوقتي احطها على جزء من الصورة القطعة البيضة علشان نبين ان دلكم ونمسيكها اكتر نبوسكين ان هي كده سبتة خلاص شايفين ازاي اه طبعا الناس اللي هتشتغل قلب اه هتشتغل يا جماعة نزل هتشتغل تاخد بالها من حاجة ان لما تيجوا تطبعوا الصورة اطبعوها بالعكس يعني لما تطبعوا الصورة اطبعوها بالعكس عشان لما تيجوا تعملوا تطلع لكم على سلصال بالاتجاه المزبوط خلاص سبتنا هنا اليد سبتنا اليد انا بس برفع طرف الطرحة علشان ايه دخل في اللبس مش باين ان هو مرتفع وهزبطوا الجزئية التانية دي بصوا خلاص هي تقريبا كده كل الحاجات الصعبة اللي في الدزاين اه خلصت والموضوع سهل وبسيط بس انتو لازم بس يعني جربوا هتلاقوا الموضوع بسيط جدا خلاص هبدأ بقى بالايدي دي وابدأ ايه اه يعني اعمل 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 حبة كرمشة وحاجات في الهدوم معايش يا جماعة انا اسفل لو في فيه اصوات زي دق كده شوية اه هلو اصلا لكم ولا مش عارفة الصرافة معايش انا اسفل لو فيه اصوات مزعجة جاية في الموضوع خلاص بدأنا عملنا الكشكشة بتاعت الهدوم تانيات في الطرحة اه زبطنا كل حاجة كمان بالالوان زي ما انتم شفتوا انا ديت تشوت اسود في الشعر علشان اعمل حاجات غمق اه اكتر كمان هبدأ يعني هغمق شوية من تحت الطرحة فيبني يعني قل يعني ضل الطرحة جاية على الشعر هيدي برضو منظر حلو هاولا اتضبط بقى الايد الناحي التانية طول ما انتم شغالين بقى تاخدوا بالكم ان بالذات بما اننا استخدمت فبيبقى معرض سلصال جدا ان هو يجي عليه اي 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 الوان او اي يعني اي اتربة منه فيبقى معاكم على طول القطنب الايسيتون او الكحول وعلى طول بتنظفوا اول باول علشان الحاجة مضبطش منك خلاص عملت التانية وزبطت الدنيا انا حاس ان هو اه كده تمام يعني الدنيا كلها اه زبطت معنا اه شايفين بقى عند الايد كده لقيت انو ايدا الشعر مش باين فقلت خلاص مش مش كده عمل حتتين زغنطتين كده ورفعت طرحة وروح اضقهم من تحتها بقى ايه الشعر باينته وبقت الدنيا تمام خلاص برضو بضهر القطر عملت الخطوط بتاعت الشعر وزبطت الدنيا وخلاص حسيت الدنيا اه كده تمام يبقى احنا المفروض بقى عاوزين نشتغل في الكتابات الموجودة في برضو خصلة كده على جنب زبطتها وبردو زي ما انتو شايفين اهو جبت السوفت تاستل الاسود ولونت من تحت شايفين من تحت الطرحة ازاي علشان ادي احساس اكتر ان الشعر دوت اه مرمي عليه ضل شايفين شكلها انا متعالي ان هي كده اه تمام هبدأ اجيب بقى انا هعمل الكتابة على pink و purple وهبدأ اجيب المسترة اللي هي المشارشرة دي ويقطع بيها مشكلة بقى انا لما جيت احط الليبل دوت او الكتعة السلصال دي للأسف ملاقيتش لها مكان اه فالمشكلة دي بقى هتخليني ان انا اشيل كتعة السلصال خالص وعملها لو انتو مش هتعرفوا تشيلوها ومن غير مطبوس انتو تقدروا تدخلوها تستوي تستوي وبعد كده لما تطلع شيلوها عايدي وحطوا الليبل وبعد كده وقت اللازق كل الكلام ده بيتغير اماكن او حتى حطوا الليبل دي في ضهر المج ولما كله يستوي اه ترجعوا تغيروا اماكنهم باللازق فما فيش اي مشكلة بس انا عن نفسي شلتها علشان خطر التصوير وعلشان يبابين المج اه كله مترتب حلو ما يباش حد مسلا مسامع الكلام اه ويستغرب انه ليه حتى ورق او كده خلاص اه تلوقتي بقطع الجزئية التانية وهبدأ اكتب عليها الجملة بقى بتاعت المج خلاص هي طبعا اه فكرة حلوة جدا صراحة بعدين اه في مجا ترندات كتير نزلت في مصد اه كلها يعني مكتطفات جمل كده وحطانها على صور فصراحة حلوة جدا خلاص زي انتو شايفين اه هقصر كمان البربل دي وهقطع بالمسترة بالقطر سوري القطر المشارشر هقطع وبعد كده اه هكتب عليها الكتابة بقى تقدروا تكتبوا باداة ابرة بخلة باللي هجيبكم وكل هديكتب بالخط اللي نفسه في يعني ما فيش طريقة معينة بس طبعا محبس جدا انتو تكتبوا قبل ما تبدأوا تشتغلوا بالسلصال علشان هتبقوا عاملين حفرة يتحط فيها حبل السلصال بتاع كفة ده هيثبت الحبل السلصال جدا وكمان تبقوا ضمنين انتو مش هتكتبوا حاجة غلط اه مش هتلخبطوا مش النسب غلط الخط وحش كل حاجاتي تبقوا مزبطة انا خلاص وهنا حطيت الشكل بتاعي وخلاص كده تمام في حبة بابوس وزيادات كده ممكن تكون جد تحت شوية فانا بالقطر هسويها واشيل اي زيادات نازلة من المقصة عشان كده بقول لكم ان هي بتختلف المقصات حسب كل واحد مقصة دي حلاص تلوقتي هعمل حبل رفيع قوي من السلصال الابين عشان ابدأ اكتب بيه انا عملت معاكم قبل كده في اول القناة يعني اللي الجديد مش عارف او مش لاي الفيديوهات دي ارجعوا الاول القناة هتلاقوا فيه علاءات كتير جدا ومدنيات وحاجات كلها فيها الكتابة بالتفصيل فتقدروا ترجعوا لها لان انا هنا كتبت معاكم جزء وبعد كده كملت انا الباقي علشان مطولش عليكم الفيديو خلاص هي الفكه كلان انتو بتبقوا مسكين طرف الحبل ويبا في ايديكم الكتر الزغنطة الرفيع بتاعنا مهم يعني صراحة الكتر ده لان لو استخدمت الكتر الكبير اللي هو الطبيب بتاع الناس كلها مش هتتحكمي اوي في انك تقطعي حتة زغيرة في اماكن دايقة فالكتر الرفيع ابو بوز ده صراحة مناسب جدا ومعمول مخصوص للشغلة ده بتاع السلصال فانا افضل ان انتو تجيبوه عشان ده هيسهل عليكم الشغلة جدا خلاص زي ما انتو شايفين اهو انا طبعا بضغط ضغطة بسيطة قوي على الحبل بتاعي بس مش اضغط ان انا افعاصه ويدخل في الفراغ بتاعه او الحفرة بتاعته يبقى متساوي بالسطحة لا طبعا حلوته ان هو يببارس بس في الاخر يبقى فيه تكاية بسيطة كده علشان تضمنه برضو ان هو ايه مش هيتحرك خلاص ونزبط بقى النقط والحاجات هنزبط الكتابة بعد ما هنخلص الكتابة دي كلها هنبدأ بقى نشوف احنا هنحمي الصورة بتاعتنا زي انا هحمي الصورة قبل التسوية في ناس تانية ممكن تحميها بعد التسوية اللي هو مسلا هيحطه بمادة عزل او هيحطه الرزن او ممكن حتى تحطه ايبوكسي اوكي انا هحط الفيم وليكود اختارت الفيم وليكود زي ما قلت لكم لان هو اكتر واحد شفاف انا عملت قبل كده معاكم فيديو مقارنة بينه وبين السكالبي وبين كماعي سكالبي برضو نوع تاني المقارنة بينهم طبعا الفيمو هو اللي طلع شفاف شفاف فعشان كده انا لما باجي حط على صور او اي حاجة محتاجة شفافية باستخدم الفيمو خلاص هنحط الطبقة برضو ما تكتروش الطبقة علشان لو كترت ما تغيمش من نقل فالاحسن تبه الطبقة كويسة يعني ولا خفيفة ولا يعني نص حال وكمان خدوا بالكم ان انا بحط على الاطراف بالذات لما جيت عند الايد انا حطيت من الجناب عملت اطار للايد كلها من برا وعملت عليها وكمان عند الوش دخلت عند اطراف الشعر وبكده خلاص المجي بتاعنا جاهز ان هو يدخل للتسوية ويفضل ان هو يدخل نايم مش واقف علشان السلصال السائل ما يسحش خلاص تمام كده ده طبعا اللي عايز يعرف تفاصيل التسوية حط لكم الفيديو ده في المقترحات وبكده احنا خلصنا المجي بتاعنا يارب يكون عجبكم والفيديو عجبكم وطبعا شكرا لصحبة الفكرة استنوا فيديوهات جاية كثير ما تجسوش تعملولي لايك وكمنت السلام عليكم